السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة ليس هناك أهم وأخطر من حرب العقول على العقول الحروب الأخرى حروب الاقتصادية والحروب العسكرية وأحيان حروب السياسية أيضا هي محض حروب يمكن أن تفوز فيها أو تنهزم لكن حرب العقول يمكن أن تدمر فيها وتنتهي أو تنسحق ويمكن أن تنتصر فيها وأن تتماسك وتتمسك بالعقل الذي يواجه والعقل الذي ينتصر حرب العقول على العقول هي الراهنة الحالية وهي السابقة على أي حرب وهي أيضا الأهم من أي شكل من أشكال الحروب حرب العقل على العقل دي اللي فيها أدوات أو أهمها الدين استخدام الدين في الحرب على المجتمعات وداخل المجتمعات ده أهم شيء في الوجود في فكرة الحرب وبالعقول ومحاولات إدخال دين إلى بلد عن طريق الحرب والغزو ثم عن طريق الدعوة أو التبشير أو كل ده ده حرب العقول الفن في حرب العقول فن والثقافة دورهم جبار في حرب العقول وإذا أنا استطعت أن أنتصر على عقل بلد طب أنا مش محتاج أن أنتصر على العسكرية اللي فيها ولا السياسية اللي فيها ولا الاقتصادات اللي فيها من خلاص استولأت عليها يعني وأحيانا بأعمل حرب العقول دي في البلد عشان أطور البلد وأنميها مش معناها أن أنا بأعمل حرب عقول علشان أكسر ركبها وركع ظهرها لا الأحيانا أن بعض الجماعات التيارات التنظيمات تتخيل أن حرب العقول دي لصالح البلد و لصالح المجتمع و لصالح الشعوب وهي كذلك أحيانا بطبيعة الحال طيب خلينا نكلم النهاردة على البعد المهم هنا وهو الفن فيما يخص حرب العقول لو قد تحدثت فيما يخص استخدام الدين في الحرب على المجتمعات وسأتحدث لأنه دي قصة العمر كله لكن خلينا نتكلم النهاردة في الفن أو في القوى الناعمة أو في القوى الثقافية لأنه في المحصلة إحنا لما بنيكلم على القوى النعمة بنيكلم على الثقافة و على الفن و على السياحة و على الآثار و لما بنيكلم في الواقع العربي بالله إحنا تقريبا مجتمعات ليست لا تملك قوى هائلة إزاء العالم يعني أكثر من القوى النعمة يعني أكثر شيء نملكه بثروة حقيقية هنا في مصر تقريبا و احنا بنتكلم ثروتنا في الغاز في البترول ثروات طبيعية يعني مش مش أبعد من دول كتير وأقل من دول كتير جدا ثرواتنا الخاصة بالزراعات احنا مش متميزين بزراعات بعينها و احنا بنستورد تسعين في المئة من أكلنا أساسا فتبا تطرش تقول إنه فيه ميزة خاصة في المجتمع المصري أكثر من ثقافته من فنه من وجدانه من آثاره من تاريخه ده اللي حلتك يعني لو جينا رصدنا الثروات المصرية ايه الثروة المصرية الأولى يعني بقولك البترول اللي بتصدره شكرا الغاز اللي بتصدره ألف شكر شكرا جدا امتلاكك للكهرباء جميل وكل ده وجود في كل دول العالم وإنت نسبتك في دول العالم بالنسبة للتصدير والاستيراد احنا يعني صعبة وإحنا ليلين جدا احنا صغيرين أهو سيد في الموضوع لكن إنت عندك ما هو أقوى وما هو أهم عند قوة الحضارة عند قوة الثقافة عند قوة الفن فالمطلوب إنه تتدخدق القوة دي بتاعتك ليه؟ لأنك إنت دي حتى لو إنت مش مدرك أهميتها دي أهم حاجة عندك شعبك صورتك ثقافتك تاريخك فنك دي أهم حاجة عندك هتقول طيارات يعني اشتري يعني ما فيش مشكلة خالص يعني ما فيش مشكلة نصدع يعني العالم كله بيعمل كده إنما كثربة فن وثربة تاريخ أتشير تاريخ منين أتشير فن منين يعني أعجنس فنانين يعني أعجب منين إذن إنت الثروة الأساسية عندك كمصر هنا اللي هو اللي ما بدأتهاش في الكتب يعني طول الوقت في الكتب نقدم مصر وتتميز مصر بيشعار بموقعها الجغرافية وتتميز مصر بيشعار في صناعة يتميز بأي صناعة فهلا بيحصل إيه؟ بتحصل الدول الأخرى والقوى الأخرى بتبقى عارفة إنه دي حاجة مهمة جدا عندك فبتحاول تكسرها لك حصل إيه؟ حصل في السبعينيات الغزو الوهابي اللي كسرت الثقافة المصرية اسمحولي أقول دغدغت الثقافة المصرية بيتمولة بقى ومنظمة ووراها بقى يعني سياسة على فلوس بالجنون على خوانة يعني تماما الناس اللي هم الطيرات الإسلامية اللي ما بتعتقدش إنه مصر وطن فتعتقد إنه مصر قطعة أرض وحصل تقريبا محولة لمسح الدماغ المصرية كادت أن تنجح خلال نصف قرن بإهمال من الدولة بتجاهل من الدولة بتواطق من الدولة بخيبة من الدولة كل ده حصل وإذا بينا مجتمعنا يتحاول إلى مجتمع سلفي فعمل إيه فيك عمل فيه إيه تكسر الثقافة بتاع قوتك الأساسية اللي عندك فبقى عندك الناس بتتكلم عن فن حلاله والله حرام أصبح حجاب الفنانات أصبح تزال الفنانات أصبح مش عارف إيه كلام فارغ رخص الثقافة ونزلها وأصبح الحوار كله حوار سلفي وهابي ديني وأصبح يطارد المفكرين والمثقفين وإيه وأم عمل لك تكفيف وشوات وصحراء كده يعني ما تخلى ثقافة مصر وفنها صحراء أو حول كذلك طبعا فيه مقاومة عظيمة من فنانين ومثقفين ومبدعين ومكتاب وفضة الثقافة المصرية تقاوم وتواجه وإيه بس كأفراد وكان مبدعين واستحملوا جمد قوي 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 وفيه ناس تم اختيالها وفيه ناس تم اختيالها معنويا وكان فيه طابرون خامس هائل لضرب الثقافة والفن والتاريخ المصري ومقام جاي معا تشغالين عليك شو خب تقون دولة والأرزقية اللي انتو بتشوفوهم على فكرة تصلوا الحضارة المصرية القديمة حضارة الفراعينة ويلحق الفراعينة الكفرة للوثنيين ومش عارف ايه عشان يكرهك ويسمم لك تاريخك ويلحق الفن ده خرم وايه والمش عارف والموسيقى ايه والايه والتحالة التحريم والتجريم حتى علشان انت في فطرتك انت بتعملها بس بجواك غصة جواك انزعاج من انك انت بتمارس الفن او بتقبله او بتصمعه وبيتغنيه حتى الفنائي المصريين تم ضربهم في الصميم عندنا جيل كده من اللي هو بيتفخر جهلا بتعبير السينما النظيفة ده كله جيل اللي تربى سلفيا سيقبل تصرفاته افكاره كلامه افلامه المرأة المفروض تقعد في البيت الرجل الحم الشيء المفروض يضرب المرأة البطل بتاع اللي لازم بيبقى السيدره عامل كده والجم والبتاعه والذكوري والبنت اللي تقول اراءه افكار تبابنت ذكورية ولا مش عارف ايه الافكار دي كلها والدين واي حد يتكلم في الدين يبقى يعني محض جدل وتطاول حاجة يعني ويقول لك نجحوا نجحوا يعني مع كل المقاومات اللي حصلت ومع استنهاض مصر ما بعد 2014 في واجهة الطيار الديني او طيار الاسلام السياسي لا يزال هم مسيطرين لسه على مفاصل في الدولة الطيار الاسلام السياسي والسلفيين والسجولة السلفية اللي كلمت عنها كثيرا قبل كده ان الناس بتقول كلام سلفي وكلام اخواني رغم انهم بيدعوا انهم ضد الاخوان وجايز هم ضد الاخوان كجماعة انه بقولوا نفس افكارهم بقول ده ليه بقى بقول ده مناسبة مهرجان البحر الاحمر السعودية بتعمل حركة تغيير رائعة لا يمكن بأي حلم الاحوال ان انت كمصري بالذات كمصري ثم كحد يعني عايش حياته دفاعا عن التنوير والتجديد الديني الا انك تحيي كل خطوة بيعملها الامير محمد بن سلمان في السعودية وتشير اليها وتشيد بيها وتحييها وتعظمها ايضا لانه زي ما قالت المخرجة السعودية الشهيرة هيفاء المنصور وده برضو من الرائدات السينمائيات اللي بازلنا جهدا فيه يعني كسر الخقط السلفي اللي كان بيحيط العقل والابداع السعودي قالت انه السعودية بمهرجان البحر الاحمر بتفتح صفحة جديدة مع الحضارة وده كلام حقيقي جدا تعبير في منتق والسرعة والايقاع اللي بيعمل بتعملها السعودية في تغيير سرعة مثيرة للإعجاب وللدهش وسرعة تحسسك تماما قدي ايه ادارة الحكم في السعودية وادارة المملكة مدركة بالوقت اللي ضاع واللي الوقت اللي ضيعوا على الامة العربية كلها وعلى العرب والمسلمين لما يعني تركوا زمام الافكار المتطرفة والمتسلفة والمتشددة والمتخشبة والمتجمدة تسيطر على نواحي المجتمع السعودي والعربي وتصدر بالرعاية والدعاية والولاية والتمويل للدول العربية والعالم كله لعل الإقاع اللي بتتم فيه حركة التغيير في السعودية الامة كاشفها لإرادة قوية ومصممة وعزمة ومتوكلة على الله لاستعادة الصورة الحضرية للمجتمع السعودي واستعادة الدين من مخالب التطرف والتعصب والجزء الأهم هنا في المشهد هو فكرة الفن السعودي والفن في السعودي لأنه هذا الفن الذي كان من منتصف السبعينيات أو آخر السبعينيات تقريبا يعني محرم مجرم ذكوري ممنوع يعني محاصر مقيد واللي له شروط خاصة واللي كان محروم على السعودية انها تشوف دور عرض سينمائية اذا بالسعودية في التوقيت ده من 2018 ل2021 تمتلك نصف شاشات عرض سينما الوطن العربي تخيل من 2018 ل2021 في ثلاث سنين منهم سنتين كورونا السعودية امتلكت نصف شاشات سينما الوطن العربي يعني مش منافس 350 شاشة عرض ده قرم مصر فيها 318 أو 416 فاحنا اصد التطور هائل كمان السعودية ما بتكتفيش بانها بتفتح الشاشات لا كمان السعودية بتعمل اكثر من حركة تغيير وثبة مش حركة قفزة يعني لما بنتكلم على حجم انتاج الافلام والدراما التلفزيونية من خلال منصة شاهد وتقارنها بمنصة ووتشد في مصر فرق فرهيب فضيعة اساسا عيب المقارنة وانا قلت وانا كمصري انتامي الووتشد وانتامي لي الثقافة والاعلام المصري وهي يعني وطني وانحيازي لكن بموضوعية شديدة عيب المقارنة وخصوصا ان تقريبا سبعين الى ثبانين في المية من انتاج شاهد انتاج مصري بفنانين مصريين بمودعين مصريين بدراما مصرية لكن شوف القفزة اللي حصل فيه ارادة فيه ارادة وتمويل وانفاق على حرب عقول وحرب عقول في المجتمع السعودي نفسه لانه الادارة الحكم في السعودية المملكة بتغير فيه وجدان وافكار وثقافة مجتمع تعود واعتاد على طبيعة معينة من الافكار المتشددة فبتغير عقوله بتخاطب عقوله بتحارب العقول المتخشبة والفتاوى المتجمدة والمتطرفة حرب عقول للمجتمع المحلي ثم للمجتمع العربي ثم للمجتمع الانساني في قارن حجم الانتاج وكفاءة الانتاج وتعدد الانتاج وتنوع الانتاج وكسافة الانتاج وعرض الانتاج بأي منصة اخرى اعتقد انه يعني منصة عربية عاملة قفزة كبيرة لما كمان بشوف انتاج افلام سعودية وفي قيمة افلام الامريكاني الشركات الامريكية بتعاونها والانتاج السعودي في قيمة افلام اتقالت يعني مثيرة للاهتمام للغاية وكمان للبهجة على فكرة يبهجك جدا انه بلد زي السعودية تقولك احنا عندنا خطة انتاج 25 فيلم السنة الجاية مع مجموعة شركات عالمية ده شيء مبهج وبرضه وتهنأ به وتفرح وتنبسك جدا وتشكرهم عليه وتأيدهم فيه وتدفعهم اليه وتزكيهم في هذا الموضوع هقول بقى احنا فين دلوقتي لكن في السياق انه اي منافسة في العمل الفني وفي ريادة وفي استخدام القوى النعمة طالما هي منافسة تحت عنوان الوجدان العربي ومواجهة التطرف والارهاب وعلاق قيم الفن والتسامح والمساواة والاخاء والحب والحرية ده على طول منافسة عظيمة جدا وتحي منافسك وتشكره على المنافس وتشكره على الانتقال العظيم من مرحلة التضييق والخناق ويعني والتحريم والتجريم وحرب الفن والفنون الى انك انت يحصل العكس تماما ده يعني حلق وحدث انساني حضاري وعربي عظيم تاريخ لما كمان اشوف السعودية وهي عاملة خطة انتاج مدهشة لفكرة تصوير الافلام الاجنبية في السعودية تعارفين الافلام الاجنبية الامريكية والاوروبية ومسلسلاتها والدرامية وكل ده لابا تحب تعمل انتاج تاريخي انتاج تراصي انتاج في شرق اوسط بتروح تصور في بلد من البلدين اما المغرب لا اما الاردن اللي فيها تسهيلات ممتازة في المغرب والاردن وجيش مصر احنا معقدين جدا ومبنقراطيين جدا وامنيين جدا ومؤرفين جدا في التعامل مع التصوير الخارجي اللي بيجي اللي كل اللي جايين نتعامل لهم مؤامرات وجواسيس ولصوص وبيضمروا مصر وسمعة مصر ومش عارف ايه او نحتايا او ايه ونقعد بقى نتعامل معاهم اللي هو رسوم تنفس رسوم مش عارف تمشي تمشية يعني رسوم شرب شاي كده حاجة ورغبة فيه امتصاص كل ما كل سنت فيهم فما يجيش جيرهم بخلاص انت هم بيعني وفيه اضايا مرفوعة وقات مهم فالعالم كله لما بروح يصور بما فيه افلام عن مصر والتاريخ المصري بروح يصور في المغرب المغرب تقريبا سنويا بتعمل من اتنين الى ثلاثة مليار دولار بس ارادات من الناس جاي تصور في الصحراء والمدن عندها وتيبش اللي بينفسها بقوة الاردن والصحراء جرش والجزء اللي اتعمل فيه افلام فضائية افلام كأنه الصحراء في الاردن كأنها الفضاء كأنها المريخ او الامر وافلام كثير تصورت هناك اظن كمان افلام حرب الكواكب الاخرانية دي بتعمل قرابة مليار دولار السعودية بقى قرارة الصحراء العليا تبقى هي بقى المنافس وانا هتصور انها تنفس وبقوة ده يوديني برضو انت فين من ده بقى انت كقوة نعم وكمصر فين خط حرب العقول بتاعتنا فين خطتنا هنا اه اقولك هنا وارجو نكون عندك وقت عشان انا هقول اوالة يعني لاني القصة هنا ايه القصة هنا مدى ادراكك كدولة بما تملكك من قوة يعني انت مقدر انه القوة الحياة اللي عندك هي دي القوة اللي هي الثقافية والتاريخية والسياحية والاثرية ولا متصورين ان القوة عندنا في حاجات تانية طبعا احنا نجم عندنا كل حاجة لكن قوتك اللي انت متميز وبارز وناجح فيها او يمكن ان تعظم فيها وتبقى عندك ريادة فيها تفوق فيها تميز فيها تصدير ليها تستفيد القوة دي كل القوة الاقتصادية والسياسية والمالية وكل حاجة عندك تستفيد منها تبايا قاطرة القطر بشان قطر فيه جرار ايه الجرار بتاعك انت هنا في مصر جرار القطر بتاعنا الاعتقاد اللي عندي اللي انا شايفه في الدولة انه متصورة انه القاطرة بتاعتها هي البنية الاساسية ولما بتعم البنية الاساسية الدولة مشكلتها الحقيقية انه البنية الاساسية دي بتتبدي لما هو تالي فالتاني ده لا اما متأخر لا اما مجاش لسه لا اما والبنية الاساسية بكل العظمة اللي فيها مستبعدة تقريبا البنية الاساسية الثقافية فيما عاد الاثار الاثار في نجاحات مزهلة بتحصل في مصر واظن كلنا شوفنا يعني وبنشوف مزهلة يعني وتفوق عظيم طيب نروح بقى فين بقى في الثقافة فين بقى في التعليم اللي هو القاطرة بتاعتنا فين في الثقافة فين في التعليم فين في الفن فين في الخطاب الديني مفيش بقى مش ده القاطرة لسه الدولة معتقدة ان الحاجات دي في السبينس اخر القطر وانه الاولى احنا عايزين نجيب للناس ايش احنا عايزين نعمل الغاز احنا عايزين ايه صح ممتاز بس ده والله العظيمة القاطرة الجرار بتاعنا هو الثقافة والفن والتاريخ اللي ده هيجيب كل حاجة ده اللي هيزق التجريب القطاب الديني العقول العقول هي اللي هتزق كل ده هي اللي هتدفع كل ده هي اللي هتجر ده وراها في طريقنا الى التقدم الفن المفترض انه كل دولة عارفة الحكاية دي مش الفنه مش وسيلة الترفيه فقط الفن تعبير وتنوير وتغيير وتثوير يعني يعمل ثورة كان ثورة افكار يعني واحيانا يعمل تدمير وتفجير لا افكار سوداء وممكن لا افكار بيضاء كويس يعني فالفن الفن والثقافة قوة حقيقية قوة نعمة صحيح اسمها نعمة لانها مش خشنة انما هي قوة تقتل برضو ما هو انت ورده لما تاخد سم تاخد حباية بدا موت ناعم قدت حبايا في منوم نيم تموت يعني نلتقي في الاخرة يوم البعث والنشور انما ممكن تقوم مفجر نفسك طبعا ده برضو قتل خشن فانما في الاخر موت او ها فالقوة النعمة دي بقى يتضح لك قد ايه حكتين هنا قد ايه الدولة المصرية مش منتبهة لها ومش في ذهنها وبقالين لما تبقى في ذهنها بتبقى كل حاجة غلط كل شيء غلط كل الرشدتة غلط الحاجة التانية انه دول اخرى عندها القوة بتصنع قوة النعمة بتاعتها وبتكتسب قوتك النعمة انت اصلا تستخدمها وتستغلها وحقاة هنا بقى حقاة 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 روءة هنا حقاة ما شيء رقم ثلاثة انه القوة النعمة اللي انت ما بتستخدمها او مش فهمة او مش عارفة او بتستخدمها غلط ثم القوة النعمة الدول اللي تنفسك والمكتعات اللي تنفسك وكمان تستخدم قوتك انت الراكدة اللي انت مش مش عارف تستخدمها في بقى بعد تالت دايرة تالتة عايزة تحطم قوتك النعمة حتى وهي يعني على الارض زي كده ما كون في 67 ضربوا الطيران المصري على الارض اربع طيرات نجوا والبقى كله اربعة في المية نجوا والبقى كله بضرب ففقط قوتك هو بقى عايز حتى انت لسه مطلعتش بالطيار بس ينسفها لك فدي شغالة ضدك شغالة ضدك من ازاي هقول لك مثل بسيط الفساتي ابسط مثل نهرجان الجونة في فساتي اللي هو الفنانات ماشيين على البصات الاحمر وانا مش عارف دا موجود في كل الدنيا والبصات الاحمر في كل الدنيا وكل الفنانات وحتى الفنانين بيحاولوا يلبسوا اغرب الملابس عشان يجذبوا اكبر انتباه والمصممين الملابس والازياء والمجوهرات والحاجات دي بيعملوا يعني عرض ايه كل دي فلوس مجان كل دي على الفكرة فساتين مجانا المصممين اللي بيدوها يعني للفنانات فكل الدنيا انما تيجي عندك انت هنا في مهرجان الجونة او في مهرجان القاهرة بالنسبة اقل يقعد بقى يتصيضوا ويسلل التواصل الاجتماعي يبدأ اولا بدايرة السلفيين وبعد دايرة الحقد في دايرة السلفيين بتبدأ الموضوع اخوان بقى يبدأوا يضربوا ويوسعوا البلد التي تحلع ملابسها ها طخ تيق طوخ طخ والاخلاق والشرف ويخش عليها دايرة الحقد اللي فيه مشكلة معهم مع الجونة باعتبرها يعني بلد مدينة تحمل طبقة غنية ويعني فارهة الغنى فتبقى طول الوقت مناطل الحسد وللحقد وللتطوع برضو يعني للتطلع فدايرة الدينية تخش مع دايرة الحقد الطبقي وبعدين تقوم بقى تعلق بدايرة المحافظين التقليدين المتزمتين اللي هو ايه دا وايام زمان والله ايام زمان كان كده واكتر بس انتو يعني ايام زمان عندكم مش عارب بتنقوها ازاي لكن ماشي فا وايام زمان وايام دلوقتي ونقعد بقى شغالين في قصة الدوارة التالية دي اللي اخوان طبعا اللي مشغالينها من الاول ويفدى بقى ويقوم داخلك القوى المحافظة والتقليد بقى يخش لك بقى التقليد يجاب الترند اللي هو بقى تعظيم السفاهة وجنان السوشال ميديا فتبدأ الموضوع ويبدأ ايه بقى يبقى الكله رايح ناحية ايه مصر المتسيبة الفنانين المنحلين الممثلات اللي مش عارف ايه دا فن حد قالك دا فن انت حاج جريب جد دا فستان حضرتك ما مش عارف الفن الفن جوه في قطر عرض في الفيلم جوه دا الفن انما دا مش الفن دا ازياء للفنانين يعني دا عرض ازياء انت مالك يعني وبقى يبقى في كل الدنيا هي كده في كل الدنيا مش اختراع طيب خدنا بالله بقى بالفساتين في مصر ما حصل فيها ايه خش على الفساتين بقى في الجدة في البحر الاحمر مهرجان البحر الاحمر نفس الفرف ومصر انهارت وباعت وخانت وضاعت والحلت والحرفت واشتغل بالاستوانة دي بما فيها بلاهات المواقع والاخوة المفروض انهم ناس يعني محترمة وبتفهم فتقعد تركب فوق الموجة وتقعد تتكلم في ايه وكلهم يبقى مطوعين قال لا ما ليه اللي حصل الحملة الشعواء الشعناء ضد المجتمع السعودي او ضد اه اه المملكة او ضد الامير زي ما بيحصل في مصر عشان مهرجان في الجونة او في القاهرة بيتمشي في الممثلات هم 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 مناسبة هم هم نجماتنا هم هم اضافة الى نجماتنا هو عايز يعمل كذا حاجة هو مين هو اللي هيكون مين يعني اطار الاسلام السياسي الاخوان والسلافين ودواير جوا الدولة المصرية موالية لهم ومؤيدة لهم وموجودة في مواقع وفي مؤسسات عايز يعمل ايه اولا الهجوم على مصر وفنانيها وفنانتها وفستنها دون الاخرين ليه عشان هو مستهدف مصر ليه عشان هو عايز يرسخ سلفية المكتوع المصري عايز يفضل دول وقت مهش مركبه ما يقومش تفضل الفكرة السلفية سائدة ابدأ اعلي فيها وانفخ فيها ولا يحتي ده صحفين فضايح يعني صحفين فضايح بيعودوا يهدموا الفستي يا جماعة ده يعني بلاش انتوا بلاش انتوا عيب عيب انما المزايدة والترند وال فيقعد مش بس ولك هو الديني في الموضوع محدود جدا وقليل لكن منظم وبيدير وعارف كرة التلج اتعرفين كرة التلج شوية التلج اللي بيقع وكده من على الجبل فيقعد هو بيلفي يلف يلف بعد بكده وبيلم معاه تلج ينزلك صخرة قد كده التلج فهو بيعمل كرة التلج ينزلها لك فتلاقي بقى ايه الهجوم على مصر من عجل تشويه صورة مصر وسمعة مصر وفنانين مصر وفنانات مصر وتقديم وكان شفت الراجل وقف جنبها شاف ايه ويستخدموا التعبيرات المنحطة الاستخدام يعني استخدام دين التعبيرات المنحطة ثم في نفس الوقت يأكد على سلفية المجتمع فيقول للدولة خد بالك احنا موجودين ده احنا شوفوا عملنا ايه على فستان هنعمل ايه بقى على اغنية هنعمل ايه على كتاب هنعمل ايه على فيلم هنعمل ايه على فتوى هنعمل ايه على قرار على اجراء يعني لو انت متصورة ان انت هتوقف اصدراء الاديان شوف احنا بنعمل ايه على فستان هنعمل لك ايه على اصدراء الاديان فتبدأ بقى جهزة الدولة تراجع نفسها وبعدين اجهزة الدولة جهزة محافظة برضو وتقليدية يعني اكيد اكيد سيادة اللواء مش عايز وقع قلب اكيد سيادة اللواء المحافظة يعني شايف انه يا جماعة وليه بزاودينا كده يا جماعة واصل بجيبولنا الكلام وطبع اي مسؤول في الناصر مش عايز حد يجيب له الكلام مع انه المسؤول المفروض جاي حيجي له كلام انه هو مش عايز حد يجي له الكلام خالص ففيه بقى بتاقيه وفيش زي وابقى وناس تطلع بقى الناس تطلع بقى الدافع الناس تنمي نفسها بشوية وحاجة جدا يبقى ده على طول انت الحالة الدفاعية في حالة التراجعة وعلى طول ينتصر المجتمع المطوعين في المجتمع السلفيين في المجتمع ويعمل كمان هو في الهجمات اللي بتحصل دي حماية لجمعيات ومؤسسات وطيارات موجودة جوا المجتمع بتتكلم باسم الدين وبتتكلم باسم السلفية عادي خالص وممكن تدعي للرئيس السيسي في اخر الصلاة انما كل كلامها في الخطبة او كل كلامها في المحاضرة او الا في الدرس او الا في البرنامج ضد الرئيس السيسي بس معداش مشكلة خالص هتدعي له في الاخر ضد كل سياساته ضد دولة الحضارة ضد التغيير التجديد الخطاب الديني ضد تغيير سياسة مصر تجاه العالم والدنيا ضد كل حاجة بس في الاخر يدعي له خلاص عشان يقمن نفسه لان المخبر اللي قاعد ما بيركس جير مع الدعلي في الاخر المخبر مش فاهم انه كل الكلام اللي في الاول ده يهد كل اللي بتعمله الدولة ويهد كل اللي بتعمله ورسيسي تحديدا لاني حابب في الكلام عن تجديد الخطاب الديني وعلى دولة الحضارة ما عليش اني اسف ومعتزل الجميع افصل شوية بين الرئيس السيسي واجهزة الدولة لاني لسه مش مطمئن لحماس مؤسسات الدولة الظاهرة او العميقة للسياسة اللي مقدمة الرئيس السيسي رأي العين كده فيما يخص دولة الحضارة ما يجري في السعودية مكسب عظيم للتنوير مكسب عظيم لتجديد الخطاب الدين زي ولك لازم مكسب عظيم لعصرانة الدولة مكسب عظيم زي ما قالت هيفاء المنصور فانه فتح صفحة جديدة مع الحضارة في مصر يعطل هذا في مصر يعطل هذا اداء الرئيس السيسي الى الاقاع السريع المتدفق الذي يمثل قفزات ووثبات واللي يساوي عنده عمل عشر سنين عايز يعمله في سنة اذا بي تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الثقافي القوى النعمة يتعطل ويعوق دون اي سياسات اخرى مما يعني انه تساءل من يعطل لانه السؤال هنا لم يستطع ان يعطل في الاسكان والمرافق لم يستطع ان يعطل في النقل والطرق لم يستطع ان يعطل في المحروقات والطاقة لم يستطع ان يعطل في الصحة مش كده لم يستطع ان يعطل في تجديد الخطاب الديني والثقافي والثقافي والفني والقوى النعمة ليه مين في الحقوق والحريات مين فين ليه الملفات دي ملفات العقول معطلة ليه في ملف التعليم مخطوف بينما في ملفاته الاخرى القرار يتعمل الاجراء يتأمر يؤمر به يعني فينفذ ونقعد بقى نتكلم فيه مستوى نجاح التنفيذ مية في المية مية وعشرين في المية سبعين في المية ستين في المية انما بيتنفذ بيتعمل خطة بتتعمل تتنفذ على الارض تشوفها بعدها تشوف تشوف تشوفها قدامك برضو حلو وحش صح غلط تمانين في المية مية في المية ستين في المية نقعد بقى نتفاهم انما فيه تنفيذ تيجي على الملف الحقوقي الثقافي الفني الديني لا ولا خمسة في المية طب يا جماعة ازاي مصر تملك قوتها النعمة ماشي ازاي الدولة هل الدولة هي اللي بتملك هي المفروض ان الدولة هي اللي تملك قوتها النعمة بس خليني بقى اول حاجة اقول لك في حرب العقول دي عايزة ارجع لك الكتاب الحرب البردة الثقافية وده ترجمة العظيم الراحل طلعت الشايب تأليف سوندرز اه اه سي سوندرز وده كتاب شهير اوي عن دور المقابرات الامريكية في اه العملات الثقافية والفنية في الحرب في مواجهة الاتحاد السوفيتي حتى سقوط الاتحاد السوفيتي ما يعنيني في هذا الكتاب اه انه في مؤتمر صحفي شرح الرئيس ايزنهاور من الامريكي طبعا الفكرة وقال ايه هدفنا في الحرب الباردة ليس الاستلاء على اراضي او اخضاع الاخرين بالقوة هدفنا اكثر براعة واوسع مجالا واكثر اكتمالا نحن نحاول ان نجعل العالم يصدق الحقيقة بالوسائل السلمية والحقيقة هي ان الامريكيين يريدون عالما يعيش في سلام عالما تكون الفرصة فيه امام جميع البشر لاقصى تقدم فردي ممكن والوسيلة التي سوف نستخدمها لنشر هذه الحقيقة تسمى عادة بالوسيلة النفسية لا تخافوا من هذا المصطلح لانه ليس مجرد كلمة من خمس مقاطع الحرب النفسية هي الصراع من اجل عقول وارادات البشر طيب الحرب دي نجحت حرب العقول نجحت الولايات المتحدة الامريكية فكت لتحادث في ايتي لا ازباب لا علاقة من تحادث في ايتي ولا ازباب من اشتراكية ولا ازباب بالحرب اللي عملتها امريكا وكذبت الحرب دي مؤقتا بقى الى الابد المهم لما شوف انا مصر بقى هنا واحنا لو نكلم عن حرب عقول ارجع برضو لكتاب بديع للدكتور محمد عفيفي المؤرخ والساسة التاريخ الشهير وبيكلم عن مصر سنة 1930 بتعمل ايه مصر سنة 1900 في يوليو 1936 وزارة المعارف او وزير المعارف العمومية وطبعا انا عايز اقولك دي النقل اللي حصلت في مصر ان وزارة المعارف بقى تسألها لما جات صورة يوليو افتكرت صورة يوليو ان الدنيا تتعمل كده بقى انها المعارف تتحول الى التربية والتعليم ده اعتقد صورة يوليو الخاطئ بين قصين ورأيي والكارسي انها هترب الشعب ماشي فاصبح عندنا وزارة التربية والتعليم دي طبعا من من فلسفة الاخ كمال الدين حسين الظابط المنتمي اللي قال المسلمين اللي كان عضو في قاية الظباط الاحرار ثم بقى وزير تعليم ست سنين وكان اول قراراته الغاء تدريس مادة الفلسفة فلما قامت عليه الدنيا كلها جوال عبد الناصر رجع مادة الفلسفة لكن فضل التعليم بلا فلسفة من يومين ما علينا وكل اللي احنا فيه ده جناية كمال الدين حسين على التعليم في مصر المهم فحولوا وزارة المعارف اللي هي المعارف المفروض يبقى اللي بيخش يتحصل معارفة وعلوما وها الى وزارة التربية والتعليم فوزارة المعارف بقى سنة الثلاثين عام لإيه بصناعة الوعي للطلاب اشترت خمسة وتمانين آلة سينما عرض سينمائي وزعتهم في المدارس اتنين واربعين آلة آلة سينما بالمدارس الابتدائية ستاشر آلة سينما بالمدارس السنوية آلة سينما بالمعلمين العليا آلة سينما بالمعلمين السنوية آلة سينما بضر العلوم 24 آلة سينما بالمدارس الابتدائية للبنات كما يوجد بالمدارس عدد 1992 شريط سينماي سنة الثلاثين اساسا السينما النطقة بدأت سنة سبعة وعشرين سنة الثلاثين شوف الوزارة المعارف عام لإيه شوف الفاهم السريع لدور الفن والاستقافة وعالم السينما تحديدا طيب لما جات بقى يوليو وجاء اللوى محمد نجيب شوف بقى اللوى محمد نجيب بيقول إيه بيقول طبعا كله ده طبقة لكتاب تاريخ آخر لمصر لدكتور محمد عفيف في الصدر عن بتانا يمكن القول أن الفن عندنا قبل يوم تاتة عشرين يوليو وربما حتى الآن يقول لك هذا سنة ثلاثة ومسين صورة للعهد الذي قامت نهضتنا للقضاء عليه كان فاتح سيد رؤوي يا الله ارحمه واللوى محمد نجيب وصدق يعني صدق نفسه وصدق اللي حصل اللي غاية يعني ما منال عقبا لا يستحق الرجل يعني في ملتقصه ايه بقى السينما الغاية ستتين وخمسين من رأيه وإيه بقى كانت الميوع والخلاعة إلا في القليل النادر هي سمات المسرح والسينما والغناء فما من فيلم إلا وقحمت عليه رقص وراقص طبعا معدتين وخمسين افلام كلها برضو من هنا رقص وراقص اما اليوم فاننا نستطيع أن نقبل من الفن ولا من المشرفين عليه شيئا من هذا الذي كان يحدث في الماضي ان على الفن والفنانين واجبا خطيرا ده محمد نجيب استلم الموضوع بعد بقى صلاح سالم اللي هو هيبقى اول وزير ارشاد من الضباط الاحرار سموا بقى الوزارة الارشاد القومي طبعا لازم يرشدوه هم وهو جاي بالارشاد ها جاء طبعا دي وزارة كانت موجودة في العهد في الاشتراك في الدول الشمولية وعبد الناصر وفريقه كانوا مغرمين اول بالدول اللي من نوع ده طيب هو بقى السينما تبع صلاح سالم صلاح سالم قال لك ايه السينما في خدمة الارشاد القومي يصف صلاح سالم السينما هنا اعظم اداة للارشاد القومي في العصر الحديث ويذكرنا بذلك بالمقولات السابقة ومشعرف ايه الهدف والارشاد القومي كان السينما اعمق الاصر في تنوك الشعوب وقد استطاعت ان تخلق من امم معدمة امم قوية بفضل القوى التي استغلت ده السينما ها وده صلاح سالم ام وجيء ابوظة بقى اللي كان مسؤول الشؤون المعنوية في الجيش واللي كان مسؤول بقى عن الفن والفنانين في الفترة دي قال لك انه امم انه استطاع استطاعت الحركة ان تساهم مع الفنانين في توجيه الشعب وفي النهضة التي نرجوها لمصر كلها في جميع مرافق يعني حصل اهتمام من اللخزة الاولى من الفن سيد سبي شرف في كتابه جمال عبد الناصر شهادة شرف وطبعا هو كتاب يعني مغرم بعبد الناصر جدا من من رجل اللي يحبه ويعشقه بيقوله انه عبد الناصر كان مؤمن بالقواة النعمة وانه هو اللي اسس كل الافكار العظيمة دي ازاعة القرآن الكريم ازاعة الموكلسوم انشاء محاة البالي وكوستورتفار كوستورتفار ازاعة صوت العرب ازاعة برنامج التاني ازاعة الشرق الاوسط ادخال التلفزيون في مصر واسوريا وكل دا فعلا فاصل عبد الناصر اصدار كتاب كل 24 ساعة ثم كل 6 ساعات انشاء وكالة انباشق الاوسط انشاء مصلحة الاستعلامات اصدار قانون تطوير الازهر وكل دا حقيقي عمله عبد الناصر لكن استخدم ازاي عالجه ازاي دول الوقت انا بنتتكلم الدولة مقررة انه قبلها فن وحش وهي لازم هي اللي تملك الفن القوة دي المهمة النعمة دي وبتعمل حاجات كمان من اجل القوة النعمة دي تعظم فعملتي الدولة امتلكت هي الادوات ادوات الانتاج دي خد بالك احنا في مصر لغاية سنة يعني لغاية مع عبد الناصر ام من الصناعة المصرية كان عندك سينما مترو جولدنماير شركة مترو جولدنماير الامريكية عاملة سينماتين سينمات مترو في اسكندرية وسينما مترو في القاهر يونيفرسل الامريكية كان عندها سينما ريفولي في القاهر فوكس للقرن العشرين كان عندها سينما كايرو في القاهر بارامونت سينما ميامي في القاهر كان طبعا فيه اتفاقات من شركات الامريكية دي وفيه شركة شهيرة في مصر كانت اسمها شركة الهلال على انتاج افلام مصرية امريكية او انتاج امريكي مصري لكن كل ده وقف بالايه بالتأمين عبدالناصر قرر انه الدولة هي اللي تتولى الانتاج الثقافي والانتاج الفني وال ويبقى لا هي والانتاج الاعلامي طبعا الصحافة فاممت الصحافة وكل ده بقى بتاعها هو والدولة هي اللي بتدير طيب ايه بقى الموضوع انتهى الى ايه انتهى الى تعالى اقرارك جمال عبدالناصر ايل ايه سنة 68 عن المؤسسات القومية مؤسسات الصحفية كتاب ناصر 67 هزيمة الهزيمة الوداع الاخير مصطفى بكري الجزء الخامس وده دي الوسائق السيدة هودة عبدالناصر قدمتها للصحف الكبير مصطفى بكري وعمل هو نشر لهذه النصوص المهمة والقطيرة والرهيبة وقال عبدالناصر اه بيكلم عن دور الصحافة دور المؤسسات الصحفية بس هي الدور دي اصلاها منها متنافسة الدور جمع دار يعني دار الصحفية دي اصلاها متنافسة ما هي القومية دي اصلا هي ابتدت بالفكرة اللي انت بتقولها عمالها عبادر حاتم وعبادر حاتم خرب الدنيا في القومية والسينما شكل قومية دي بتاعت الصحافة والبلاوي دي كلها شكل قومية بتاعت الصحافة والكتاب كتاب سمعيني ولا مستمعيني عبدالناصر بيقول مش انا بيقول ان عبادر حاتم خرب الدنيا في قومية والسينما والبلاوي دي كلها والكتب وقمم الدنيا كلها وقمم الدنيا كلها عبدالناصر تقميم زعلان من عبادر حاتم يقمم الثقافة وقمم الفاق وعجزها وقمم الدنيا كلها وعجزها وفي النهاردة عشر مليون كتاب في المحازن ده اللي احنا بقولك كتاب كل ست ساعات وعشر مليون كتاب في المحازن وبعدين في السينما خد الاستوديوهات كلها وبطل صراعة السينما تخيل عبدالناصر يقول كده يقول لي منتج امتلاك الدولة للصحافة وللسينما قال ايه ما حاجب يقرأ ما هو حاجب يقرأ ما حاجب يتعلم ما حاجب يدرس ما حاجب يذاكر فبنكرر اخطاءنا طبق الاصل طبق الاصل يعني راجل نفسه العمل اللي الحكاية دي كلها سب اللي الحكاية دي كلها لما ترى المحاضر دي تلاقي يعني يا كد يلعن الاشتراكي عبدالناصر قال لك عملها عبدالقاية الحاتب وعمل قاية الحاتب خرب الدنيا في القومية والسينما والبلاء ودي كلها والكتب وامم الدنيا كلها وعجزها وفيه النهاردة عشرة مليون كتاب في المكازن وبعدين في السينما خد الستوديوهات كلها وبطل صناعة السينما ما كانت ماشى كويس كل واحد يوزع نفسه خدهم وبعدين طلعنا النص مليون جنيه والف شد الف اللي لو كتبها شخص اوسط خدها الحد لما وصلنا التربع مليون جنيه قعد ديون ويعني هي دي عمليات حتمه بقى يقول في كل الجرائد مش ممكن كل الجرائد تشترك في عملية زي دي ليه؟ لان بينه وبينه منافس محدش فيهم بيطيء التاني ابدا وبيتكلم بقى على انه ايه؟ لما هيك الرحل الاهرام كان بيوزع تسعين الف اللي خسرانا كان بيقصر لكن الحقيقة التحليل مع سيدة ابو النجا شاطر يعني الحقيقة ضابط العملية كلها وخد دار المعارف كانت بتخسر يعني أنا دي دار المعارف للاهرام وديه اتمنبعة مصر والتانية الحاتم النهاردة الاهرام كسبان السنادي من دار المعارف ربع مليون جنيه والكتاب طالب اعانة اظن مليون جنيه التانية وفيه عشرة مليون جنيه كتاب موجودين في المخازن وبقى يقوله كتاب في كل ساعات وكلام كتب يعني وكلام كسب يعني علشان ان اي واحد يروح يطبع كتاب في دار الكتاب العربي دي واللي هو ايه يعني تخيل؟ وبعدين بيناقشوا لبيبشوا قير وبيقوله وستادة الوزير دي قضي داود كان هو اللي طرح الموضوع عشان ندرسه يعني فقال له طب نعمل ايه في الفلوس اللي مديونة بيها المؤسسات دي فقال له ندرس الموضوع حتى على ان احنا مش هندفع فلوس الشركة اللي ما تكسبش بص بقى وقال عبد الناصر هو الحقيقة انا بدي اقول في تعاملك مع ابتوع الجرائد هم هيطلبه الجرائد دون المؤسسات اللي اللي اممها عبد الناصر واقول لهم يعني العملية عملية اقتصادية واللي هيقدر يقف على رجليه يقف واللي ما يقدرش يقف يعني متهالي خلاص بقى يقفل دا بعد ما اممها دا بعد ما اممها وعلى الفكرة ما اممها وفضلت بديونه وفضل نفس المنطق حتى الان يعني رئيس الجمهورية بيعلق دا ووضوح في الاجتماع مع رجل الوزراء واللجلة التنفيذية والراجل اللي امم قال لك باز اتضاعت اتخربت خربها الاستوديوات خربها المش عارفة خربها الكتب في المخازن الجرائد مفلسة واللي مش هيقدر يوقف على رجليه ويصرف على نفسه ويبقى بلاها خلاص انتهى ومع ذلك استمرت اقوى من عبدالناصر يعني استمرت اقوى من عبدالناصر ليه لانه بقى فيه مصالح بقى بقى فيه مصالح وناس لها مطالب وتراكمات وراء تراكمات لما لدينا نفسنا اصاد في الكتاب رقم 3 يا جماعة 233 صفحة 233 اطلع يا صفحة 233 عشان اقول لك بس الدولة لما امتلكت هي القوى النعمة عمل اللي فيه في قوى النعمة عبدالناصر بيقول جملة مهمة اوي في صفحة 233 عارف مقالات الصحفيين اللي بيكتبوها بقى رانى الرقابة على تليفونات الصحفيين عبدالناصر كان عنده الهواية دي بيقرى كل التجسس بيقرى كل يعني محاضر التجسس النهاردة لطف الخول يتكلم هيكل فلص المكالمة يروح لعبدالناصر يقرى بيقرى وكل وكان بيسمع كمان يعني كان بيطلب شرايت بعينها وكان بيحتفظ بشرايت في الخزنة بتاعته ما عرفش دا يعني ما عرفش اللي بحب عبدالناصر يدفع الحكاية دي ازاي بس يعني ممكن يحتاج بانه امن البلد وبتاعم امن البلد انتنصت على مكالمات صحفيين ومكالمات شخصية وحاجة وقال عارف مقالات الصحفيين اللي بيكتبوها بار ده بقول كلام ده في مجلس الوزراء بار الرقابة على تليفات الصحفيين عدد كبير منهم اللي بيكتبو شيء اللي بيكتبو وانشره يعني شيء واللي بيقولو شيء اخر يقول الحالة زفت البلد رايحة في دهية العمليات مخوخة ليه هو بيكتب كده ليه ما بيكتب عكس اللي بيقتنع بيه لانه ما هو متعيش جيش المتعيشين اللي معان بياخد ما هي وهو ماله ما هواش جزء من النظام اصلا انا شايف صورة انتو مش شايف بتشوفوها تقريبا الواحد مرفوع من عيني الحجاب وساعات حاجات اتمنى معرفهاش لتشجع ابدا من الصورة لتشجع ابدا من الصورة قال ما عملنا ما عملناش كوادر هنا وبعدين ازا كان ازا كان الدول هما رأي ازا كان الدول هما رأيهم ونيجي نقول لهم عرضه ما حدش يقدر بيستجر العرض ماوسي تونج الزعيم الصيني يعني قال فلتتفتح ماءة ظهرة وبعدين مسكهم يعني عبد الناصر نفسه بيقول انه لو انا قلت لهم عرضه ما هو مش هيعرضه لانه عارفين انهم لو عرضوا هيتمسكوا صور برضو دام يعني برضو انا عايز ابدي المعزرة من اللجوء للنصوص دي وقرأيتها مباشرة على الناس ربما تجرح مشاعرهم تجرح تاريخهم تجرح عقلهم انما ونمالي يعني ده المشكلة الحقيقية انه احنا لم نقرأ تاريخنا فلم نتعلم منه صورتك عن عبد الناصر وسياسات عبد الناصر لانك ما ذكرتش النتائج فبتحصل انه مرة اخرى اعادة انتاج لاخطاء كثيرة جدا حصلت وتم الاعتراب بيها والعودة عنها نعود اليها وكأنه احنا هنخترع العجلة وكأنه هنأمل حاجة غير اللي اللي اتعمل هي نفس اللي اتعمل يا جماعة نفس اللي اتعمل يعني طبعا يعني عايز اقول بس اتوقف عنده نقطة مهمة لما ريس عبد الناصر بيتعرض له الكلام اللي بيقوله الناس صروة عكاشة قعد ويقول له احنا عملنا اجتماع مع الف واحد من المثقفين و وقاله هذا الكلام أنا رسا عاجبني الجملة اللي قالها صروة عكاشة وهو بيعرض للنقطة دي انه وكأنه يعني هو كان بيعتذر عن الاراء الجريحة اظن اللي تقالت والكلام اللي انا اشخصها بيش هادر اقر يعني سألع عدت نظر الان وقررت معراش صفحة 328 اللي انا كنت مجاهزة لكم يعني من كتر ريبطوار التاريخي لكن خليني اصف الجزء الاخراني بس اللي قال لك هنا صروة عكاشة قال قبل ما ليه كلامي انا ارجو من سيادتك انك تسمح لي اني اتلقى توجيه فيما اه بقول له انا اهم نقطة هو عايز اقولها نقطتين هنا مهمين ومعنش راعوا صمتي لحظة كده علشان اقول لك النقطة اللي بيقول انه فيه اجماع عليها الناس كلها اه خلال هذه الاجتماعات تمت فيه اتساع كبير في دارة الشك في كافة التصريحات والبيانات نتيجة لعدم توفر تفسيرات مقنعة للاحداث وقع الناس فريسة الازعاعات الاجنبية والاشاعات المغرضة الاتحاد الاشتراكي اه فقط فعليته احداث الجامعة والمصانع الاخيرة وجود عناصر كذا 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 ثم في النهاية اللي اقدر اقوله سادت رئيس ومعليش يعني اعظرني في الحكاية دي فيه سيادة للخوف البلد مليانة خوف اسمح لي سيادتك اه قبل ما انجز موضوع الخوف ده ارجو من سيادتك انك تسمح لي اني اتلقى توجيه فيما يتصل بموضوع الافلام الجنسية لانهذا الموضوع اسير مرة في مجلس الوزراء واسير في مجلس الامة واستغرقت الجلسة ثمان ساعات احب اشرح لحضرات السيادة هنا ان المسألة مسألة اختلاف وجهات النظر عبد النصر قال له نخلي الافلام الجنسية دي الجلسة اخرى وديحكوا كلهم واندور على ونتكلم على الحاجة التانية وهي بدي نقطة المشاركة في تحب المسئولية مؤسسة الخوف ايوة في مؤسسة خوف ده جمال عبد النصر احكي لكم قال له ايه في الافلام الجنسية ولا مالكوش موضوع مسألة جدا فجهة الافلام الجنسية خلينا اقوله لكم بعدين لكن يبقى هنا السؤال الدائم والمستمر وهو نحن نملك القوى الناعمة نحن نملك ادوات القوى الناعمة لكن عندما تقرر الدولة انها تسيطر على ادوات القوى الناعمة مش انها شغل منظم وممول وداعم وراعي ومخطط واستراتيجي وميسر لا اول ما يقرر هي تشيل الشيلة وتتولى هي في بأديها انتاج هذه الادوات وامتلاك هذه الادوات فحقيقة الامر من لاقي نفسنا اصاب يعني ما قالت اليه القوى الناعمة في عصر عبد النصر هل من اعادة النظر مرة اخرى للتاريخ لبناء مستقبل ان احنا نبص دلوقتي وفي مرحلة من 2014 لـ 2022 8 سنوات من العطاء والانجاز والانشاء والتعمير والبناء والتقدم نبص بقى للقوى النعمة ونبص للمنتج القوى الحقيقية القاطرة الحقيقية الجرار للارض الجرار للقطار هل احنا بقى محتاجين اعادة وقفة تعبوية كده ويحصل اعادة استراتيجية القوى النعمة في مصر بقول ده ليه بقول ليه انه فيه منافس قوي زمان كان خص يقدم الثقافة الوهابية والسلفية وحربا دلوقتي لا بقى نفسك في نفس القوى النعمة فن التنوير والتغيير والتطوير والتعبير والتثوير كل ده بينافسه بينافس بقوة شديدة هائلة وبسرعة اشد وبسخب وبضخامة طيب مرة اخرى بقى يحصل انه قوى النعمة الاول كان بتتهد دلوقتي بقى يخدها ويستخدمها ويعيد تقدمها في اطار هو يعني تنافسك ولا احنا كمصر طبعا التعاون مطلوب ومفروض وكل حاجة وزي ما بقول اللي بيحصل في المملكة العربية السعودية دلوقتي كل مصري عليه ان يؤيده ده لو يعني احتكم الى تاريخه وعقله السعودية اللي بتقرب جدا من مصر السعودية اللي بتمدي ايديها جدا في ثقافتها وروحها وقدرتها لمصر الان فدي مسألة واجبة ومفروضة ووطنية كمان لكن انا كلم على فكرة انت كمصر مشروعك الثقافي والفني امتلاكك للقل النعمة هل هيتحول الى امتلاك بيروقراطي روتيني دولتي ينتهي به الامر الى مقالات الانتاج السقافي والفكري والصحفي والاعلامي والسينمائي العبد الناصر باعتراف الرجل كل اعتراف بالشهير ده موضوع تاني انما اعتراف حقيقي ده السؤال المهم هل لدينا وقت نكلم ولا نعمل فاصل ونعود الى الفيلم الاردني وما فيه طيب خليني يعني انتقل الى فاصل ثم نعود ونواصل اذا الى استاذنا المفاكر الاقتصادي الكبير دكتور جودو عبدالخالق ووزير التموين والتضامن الاسبق نلجأ اليه بالسؤال وننصد الى اجابته حول الواقع الاقتصاد الراهن في مصر والعالم وخصوصا مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي يعني اصبح يتمدد في انحاء الدنيا الان ويصل بهذه الاسعار في مصر الى درجات تستطيع ان تسأل وانت مطمئن كبيرا كبيرا يعني جمع ما بين العلم وكم درس لنا وعلمنا يعني واخرج اجيالا مما فيه انه وزيرة التضامن الحالية هي تلميذة من تلميذات وتلاميذ دكتور جودو عبدالخالق على مدرجات كلية الاقتصاد عم سياسية فمن باب المعلم والاستاذ ومن باب الوزير الذي مرس المهنة والمسئولية في يعني لحظات مهمة في تاريخ مصر نسأله الان الخبير والمفكر والوزير دكتور جودو عبدالخالق ما الذي يمكن ان تتعامل معه الدولة او المجتمع بمعنى اوسع مع اسعار ترتفع للمواد الغذائية اسأل مهمة جدا وبيطرح قضية جوهرية في رأي قضية جودية في الحالة المصرية لانه المثار هنا هو مسألة الامن الغذائي اذا نظرنا الى المعادلة الغذائية لمصر سنجد ان مصر بتستورب اكتر من 50% من غذائها من الخارج تحديدا فيما يتعلق بسلعة بخطورة القمح سلعة استراتيجية بكل معنى الكلمة مصر حاليا تستورد في حدود 50-55 احيانا 60% من احتاجاتها من الخارج ده معنى ايه ده معنى انه الاقتصاد المصري سواء تحدثنا عن الموازنة العامة للدولة او ميزان المدفعات او ميزانية المواطن اه يعتبر هش جدا شديد الهشاشة للتغيرات التي تحدث في اه سوق الغذاء العالمي وسوق تتعرض لتقلبات شديدة في بعض الاحيان كما لاحظنا في الفترة الاخيرة السؤال مثلا في النصف الاول من هذا العام ارتبعت اسعار الحجوب وبالتحديد القمح حوالي 40% مرة واحدة السؤال ما الذي يمكن ان يفعله متخذ القرار والذي يدير الاقتصاد في مثل هذه المسألة من هناك اجراءات على المدى القصير واجراءات على المدى القصير اجراءات على المدى القصير محاولة تجنب ان تترجم هذه الزيادة في الاسعار العالمية في الغذاء الاساسي للشعب المصري ان تترجم في ارتفاع في الاسعار التي يدفعها المواطن وهنا الحديث عن رغوف الخبز كان تكرر اخبط صريحات الرئيس وخرا حول الوضع الشهز لسعر الخبز المدعم المقارنة بسلعه اظن هو طرح مثال السجاير في هذه الحالة دي قضية انا اعود لها اللي هي قضية التسعير وهي قضية اهمة جدا كيف يتم امل تسعير للسلع في الاقتصاد خصوصا واذا كلمنا على الامح الامح صدمة ترتفاع العالمية والاداة اللي هنا هي اداة الموازنة العامة للدولة من خلال موازنة الايرادات بالنفقات ستكون هناك نفقات اكتر لزوم تدبير الخبز الموهمين ولكن ينبغي ان يقابلها تدبير موارد حقيقية في الموازنة العامة للدولة طبعا يطرح قضية الدرايب قضية الرسوم قضية الاعفاءات الدربية وهي قضايا تتعلق بالملاي العامة للدولة ويطرح ايضا قضية الديون باعتبار انه اكبر ضاغط على الموازنة العامة للدولة في حالة مصر حاليا هو الدين العام لانه مدفوعات خدمة الدين من اقصاد وفوائد لا تطرق اي هامش للانفاق على وجوه انفاق حيوية جدا على وجه التحديد التعليم والصحة وده في المدى القصير اه دعم من خلال المدى العامة للدولة بشارة عدم التجميد لانه الخطيئة الكبرى كان تجميد سعر سلعة الخبز نتحدث في هذه الحالة بما نتحدث عن سعار السلعة الوزعية تجميد للفترة طويلة حوالي اكتر من تلاتين سنة خلال تلاتين سنة لو رجعنا لتاريخ مصر الوراء سواء التاريخ الاجتماعي او السياسي او الافصادي في جملة واحدة مرت مياه كثيرة تحت الجسور ومازال سعر رريف الخبز يروح مكانه عند المعدل الحالي هذا طبعا يحتاج للتصحيح وممكن لحديث عن التصحيح سأقول كلام قد يدش المستمعين اه 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 طبعا من استاذ الاشتراكي عظيب يعني منطلقي انا تمام اه شوف نحن نتحدث عن شأن عام وهو ادارة الشأن الاقتصادي اه الشأن الاقتصادي مرتبط بقوة الدولة في نهاية المضاف لانه لا يمكن يكون عند الجيش قوي اذا كان لديك اقتصاد ضعيف فهنا المربط الفرس هو الاقتصاد القوي الاقتصاد القوي يقوم على ركيزتين في ادارته ركيزة الاولى الالتزام بمبدأ الكفاءة وركيزة ثانية الالتزام بمبدأ العدالة الكفاءة معناها ان توضع الموارد في افضل استخدام ممكن لها وضع اي موارد في استخدام اخر غير افضل استخدامات يعتبر تبديد لهذه الموارد ده من ناحية من ناحية تانية العدالة تعني انه هناك حق معلوم كما نعرف ليس للسائل والمحروم انما لكل مواطنين من مختلف طبقات وبالتحديد للطبقات الدنيا ولا مهمشا هذا معنى العدالة نحن في ادارة الاقتصاد ينبغي ان ناخذ نصبه عيوننا مبدأ الكفاءة ومبدأ العدالة التفريط في الكفاءة والتركيز على العدالة ينتهي بنا الى طريق مزدود التفريط في العدالة والتركيز على الكفاءة ينتهي بنا الى طريق مزدود ايضا في نفس الوقت وبالتالي بنقوم بالنسبة للخبز التوازن بقى تحقق زي فيه قضية الخبز وفق توازن ما بين الكفاءة والعدالة مزبوط اوكي اللي حاصل لما جمت سعر الخبز طول هذه المدة الطويلة تحركة اسعار اخرى في الاقتصاد ونتج عن هذا الحركة في الاقتصاد خلل في اللي حمي يسميه الاسعار النسبية فلو جينا خبن الخبز الآن وزن رريف الخبز تبقى لمواصفات وزارة التوامن انا نحدث عن الخبز المدعم 110 جرام للريف يعني الكيلو جرام خبز فيه حوالي 11 ريف 11 ريف بلدية الدينة حوالي كيلو جرام لو بيع هذا الكيلو جرام من الخبز كغزاء للانسان ها يديني كام 11 في 5 بـ 5 و 50 اش ايه ده السعر الخبز كجميع الانسان لو بيع كيلو جرام باستخدامه علفا للمشايا فباع بـ 5 و 6 و 7 و 10 جناهات للكيلو ده اللي اصول فنتج عن هذا حينما كنت وزير كان احد اهم جوانب الضغط على الخبز المدعم هو استخدامه كعلف للمشايا وللطيور وخلاف فاعتبارات الكفاءة تعني اننا راعي قدر من التناسب بين التكلفة والسعر معنى هذا الكلام على ارض الواقع انه سعر الخبز لا يجمد انما يتحرك بالتوازي مع تغير تكلفة الخبز سواء كان بالنسبة للامح المحلي او بالنسبة للامحلي المستورة وفي هذه الحالة لن نكون ايزاء يعني وضع فضيع جدا كما نواصل انت عندك كما يقال سعر الخبز خمسة كروش ولكن تكلفة الخبز سمعنا ارقام خمسة وستين قرش للريف انا رأي ان ده تأدير مبالغ خيل انا تأدير غرفة صناعة الخبز اصحاب المخابز هم اللي قالوا انا ما التكلفة اقل من تلك قد تكون خمسين انا قدنا خمسين تكلفة وخمسة سعر يبقى بتتكلم على نسبة عشر الواحد مش كده ولا ايه اه عشر الواحد يعني لو تصورنا سلم وانت عايز تطلعوا عندك عشر درجات ام لو تلاقى تدرجة واحد تطلع من خمسة لعشر مسبوك لو تلاقى درجتين تطلع من من خمسة ل اه خمستاشر واحد كزا ها لما تطلع درجة واحدة في السلم يعني خمسة لعشر ده معناها بالنسبة للمواطن انها كانت زلزل ميزانية المواطن لانه هيدفع في الخبز ضعف ما يدفعه اخزر في الاعتبار اللي بيزمى الفئات الفقيرة والشراحة طب هنا المعضلة دكتور جودة يعني بتقول ان احنا نغير سعر الخبز وفي نفس الوقت بتقول لو رفعناها درجة واحدة كي انه بنضاعف الكلفة على المواطن فيبقى اكثر يعني ايلاما طب المعادلة برضو تحقق ازاي؟ انا وازن بين اعتبارات الكفاء والعدالة انا هقولك انا هرفع سعر الخبز من خمسة لعشرة اه اتساقا مع اعتبارات الكفاء لكن دنائنا على اعتبارات العدالة حد تعويض للفئات الاكثر تضرورة من هذا الارتفاع في السعر طيب نقلي؟ لا لا يمكن رفع انك تبيع الرديد بسعرين يعني اي سلع لما تبيع بسعرين يحصل مشكلة كبيرة جدا علم الاخصاب بيقول كده ان الدنيا تخرب لما السلع بدأ جربنا الكلام ده وبناءا عليه احنا بنقول حرك سعر الخمس بالتوازي مع التكلفة طبعا انا بقولش نرفع من خمسة لخمسين عشان كلام بيقى بواضح جدا انا بقول نرفع القدر المعقول من الرفع لان السنورال في التجميد عواطيبة وخيمة جدا فلو رفعنا من خمسة لعشرة مثلا انا معرفش فكر وزارة التموين لسه بيدرس الموضوع انا بكلم اقتصادي وممارس في نفسهم انا رفعت من خمسة لعشرة هذه صدمة كبيرة للميزانية المستهلك بالذات الشراح الدنيا والمتوسطة من المجتمع المصري ينبغي بالتوازي مع تحريك السعر في هذا الاتياه وبهذا المعدل وضع اليه لتعويض الفئات المتضررة من هذا الرفع بحيث انه لا تصاب ميزانيتها بانهيع لانه الفئات الفقيرة بتنفط اكتر من خمسين في المية من ميزانيتها على الطعام والشراب والجزء الاكبر من الطعام والشراب هو الانفاق على الحبوب بند الحبوب هذه النقطة انا بقول بمنتهى الوضوح ليس من المسؤولية بأي حال من الأحوال لو وطنيا ولا مجتمعيا اللي يبقى على تجميد اي سعر اي سلع احنا بمواجهة من عضلة شديدة في حالة الخبز والحال بتاعه كما افترح هو كما يلي تحريك السعر جزئيا جزئيا وعلى مراحل وبفترات توقيتها يحسب بعناية وفي نفس الوقت يجري تعريض تعريض الفئات تعريض الفئات المتضررة من هذا ونعمش في هذا الاتجاه ده كلام في المنتقى الأهمية خصوصا لما يصدر من دكتور جودة عبدالخالق بكل تاريخ كيعني استاذ علمنا الاقتصاد الاشتراكي فاذا بيه تطور بيطرحوا بقوة في تحريك سعر الخبز اللي هو يعني احنا اكتر حاجة حافظينها انتفاضة الخبز دي فإحنا قصاد مشهد تاريخي اسمحني كتلميذ لحضرتك اقول انه ده يعني افاجأني وادهشني وكمان ارضاني انه المفكر يعني يطور ويغير بالمناسبة انا عايز اقول انه هذا لا يمثل اي تغيير لا فكري ولا عملي في موقفي اود ان اذكر انه انا شاركت في دراسة اعداها حزب التجمع عن الدعم قدمت للمؤتمر الذي دعا اليه الرئيس مبارك في سنة 1980 وهذه الدراسة نشرها حزب التجمع في كتاب كتاب الاهالي بعنوان دعم الاغنياء ودعم الفقراء هذه الدراسة في تنور الموضوع الخبز بالنص قالت انه لا يجوز تجميد سعر الخبز انما ينبغي رفع سعر الخبز بالتوازي مع ارتفاع التكلفة بحيث انه المعادلة السعر يكون نسبة من التكلفة مثلا اتفع عليها السعر يكون 50% من التكلفة 40% من التكلفة 30% دلوقتي السعر كام خمسة واذا قلنا بتكلفة 50 يبقى 10% من التكلفة هذا يقافي اعتبارات الكفاءة ويقادي الى اهدار هذا المورد الهام بشكل ضوط كبير على المواد العامة وعلى ميزان مدفعة طيب في المدى المتوسط والطويل الحل الحل هو التعامل مع قضية القمح من منظور الامن الغزائي ان القمح سلعة استراتيجية بكل معنى الكلمة ويمكن ان تستخدم للضغوط السياسية والديبليموسية في لحظات فريقة وطبعا حصل معنا مع الامريكان ساعة 1665 هذا الكلام ممكن الطبيعة نفسها تبلي وضع لما يجي جفاف الدولة المنتاج الامح تضع حدود وإنما اهلان تمنع تصدير الامح الخارج فتجل نفسك في مهاب الريح وبالتالي كان وبين الناس بعايز اقول من غير ما يكون ده دعاية للعبد الله ولا حاجة لما دخلت وزارة التموين قلت ان الوزارة دي هي الوزارة المسؤولة عن الامن الغذائي للوطن والامن الغذائي للمواطن وشعر الوزارة تم تعديل ودازل حتى الان موجود الشعر على مواقع الوزارة يتكلم عليه امن غذائي عدالة هذه ثنائية أم جدا اود التأكيد عليها ما معنى امن غذائي ان التعامل مع امن غذائي معناه انه أزيد من قدراتي الذاتية في إنتاج الأمح من خلال عدة وسائل منها التحفيز السعري منح سعر تحفيزي للفلاح لأنه أنا كده ولكده بشتر أمح من الخارج فأنا بدعم الفلاح الأجنبي والمثل بقول جوحة أولى بلحم طوره فأنا المفروض أدعم الفلاح المصري وطبعنا هذه السياسة في 2011-2012 بالمناسبة وهذا السعر كان بيعلن قبل بدء الزراعة حتى يتخذ الفلاحة للقرار المناسب ونتج عنها زيادة محسوسة دي نمر واحد نمر اتنين إن هناك ما يسمى السلالات عالية الغلة H-YVs High Yielding F-Raties السلالات اللي هي سلالات من القمح يتم استنبطها بحيث تدر كمية من القمح لوحدة المساحة أو واحدة المياه عالية وطبعا هنا عندنا الترسانة بتاع مركز البحوث الزراعية مهمتهم استنباط سلالات ولكن حسب تأدير المتواضع إن هذا المركز لا يلقى الدعم الذي يتناسب مع أهميتي منذ قليل كنت تتحدث عن القوى النعمة المصري وهذا المركز يعتبر من أهم منفردات القوى النعمة المصري لأن مهمته استنباط سلالات توفر في استخدام المياه ونعرف قصة المياه في عالتنا وتعظم من الانتاجية لوحدة المساحة في ظروف التغير المناخ المطلوبة دي قضية شائكة جدا ولكن لدان العلماء إنما هؤلاء العلماء لابد أن يحظوا بالتأييد والدعم والمؤذرة والإمكانيات المظيمة التي اعتبرت أقول بس مثال الهند في الخمسينات من القرن الماضي كان بيدرق دي المثال في المجاعات كان كل سنة والتانية تحصل مجاعة في الهند الآن الهند أصبحت من الدول المصدرة للقمح وهبوب أخرى لما تحديدا القمح والسبب أنه ألا كان يعمل حاجة اسمها الثورة الخضراء ونستثمر في البحث والتطوير لإنتاج سلالات عالية الغل هذا موضوع تاريخنا فيه يعني حافل ولكن لأسف الشديد منذ التسعينات من القرن الماضي حصل تغيير في السياسة الزراعية بحيث أنه يعني لم يعد من مسؤولية مركز البحث الزراعية الانشغال بهذا النشاط وبناء على نصيحة الأمريكان قال لك ده يوكل للمشروعات الخاصة الشركات أصبحنا بنستورد من الإيرنا الخارج معتمر للإستيراد يا دكتور جودة أقل كلفة من الزراع داخل البلد ده النظرية اللي هم أقدموها لا أشوف أولا يعني الكلام ده محتاج نرجعه طبعا أنا مش بتكلم على تحقيق الاكتفاء الذاتي لو كلام تحقيق ذاتي أنا ضده وقلت كلام ده أكثر مرة ليس هناك اقصادي عاقل يدو إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح مثلا في الحالة المصرية لسبب نحن لا نملك الموارد الكافية وليس لدينا ميزة نسبية مطلقة في نسبية إلى آخر مدى في إنتاج القمح إنما لدينا ميزة نسبية في حدوث يعني أنا بتكلم على أن بدل ما أنت حاليا ما تستورد آآ خمسين في الماء خمسين أو حتى ستيف الماء من احتجاثك من القمح آآ تمزل بهذه النسبة إلى خمسة وعشرين أو ثلاثين تفرق كثير جدا من ناحية الأمن من زوية الأمن الغزائي لهذا المجتمع وهذا ممكن على فكرة بعدة إجراءات من خلال استنباط سلالات عالية البلد من خلال إرشاد الزراعي وده موضوع أيضا أود أن أطرحه الآن لا يوجد إرشاد زراعي في الحالة المصرية حاليا وهذا خطأ كبير جدا ثانيا لا توجد دورة زراعية وبالمناسبة دورة زراعية أيضا تم التخلي عنها بناء على نصيحة الأمريكان في مشروع بحث كان في التسامة طبعا أنا درست في أمريكا أو درست في أمريكا وأعرف الميدوست في أمريكا اللي هو الغرب الأوسط هو سلة الخبز في العالم عندما الأرض دي الشاسعة بيحصل إيه الدنيا تنزل المطر على الأرض اللي فلاح يحط الأمح بتاعه البزور ويستنى تطلع يطلع الأمح يحصده فالأرض بتزرع محصول واحد في السنة فلاس هناك مجال لدورة زراعية إنما أنت بتزرع الأرض عندنا في المتوسط محصولين وثلاث محصول في السنة تابع الأرض على المحصول إنما كان مبرر ومبرر قوي وأنا أود أن أستغل هذه الفرصة للدعوة إلى إعادة العمل بالدورة الزراعية مرة تانية في الحالة المصر دكتور جودة بالعلم وبالمبرسة ليه مصر ما بتخليش وزارة الزراعة والتبوين والرأي وزارة واحدة لأنها وزارة مكملة يعني سياسات مكملة ومتعاونة جداً بحيث إنه لابد يكون تحت إدارة واحدة ده اتياجه الودد ده على فكرة سؤال وجيه جداً وإذا كنت عايز إسم الشيط جداً للوزارة دي وزارة الأمن الغذائي مثلاً خلاص يعني تجمع الثلاثة دور ويبقى فيه تنسيق على كل الجبهات في هذا الموضوع وتبقى أمن الغذائي لأنه المجتمع المصر الآن من أهم أوجه الضعف في الاقتصاد المصر أنا أبقى أكد وأكرر هنا في هذا السياق إنه المجتمع يفتقد أمنه الغذائي وهذا أولاً يشكل خطر من الناحية السياسية إنك تبع عرضة لضغوط من أطراف خارجية في لحظات فريقة نمرة اثنين ضغوط اقتصادية شديدة جداً حالة تقلب أسعار السلع الأساسية بالارتفاع كما شاهدنا في الفترة الأخيرة ونمرة ثلاثة إنه بينعكس على المستوى التغذوي للمواطن نفسه وده طبعاً المستوى الأخدوي للمواطن معناها صحة المواطن معناها قدرة المواطن على العمل قدرة المواطن على الحرب والضرب أن يكون لك شأن بين الأمم فهذه القضية شديدة الأهمية وأنا أرجو أن ننتبه إليها وأن نفكر جدياً في شؤون الزراعة والتموين على سبيل المثال والرأي من منظور الأمن الغذائي وليس من منظور أن الفلاح يعرف مستحته والفلاح طبعاً أنا كنت فلاح أنا مارست زراعة لمدة 12 سنة فأنا مش غريب على هذا الموضوع لكن في قضايا تتجاوز وحدة الإنتاج الفردية اللي هي مزراعة الفلاح إلى المجتمع الزراعي ككل وتقتدد دور للدولة خصوصاً في حالة مصر بالذات لأتبار أن الزراعة في مصر الزراعة مروية وليس زراعة جافة فرد جميل جداً من الزراعة الجافة وزراعة المروية فده الموضوع الأمن الغذائي ووضع المسألة كمسألة أمن الغذائي القيادة السياسية على أعلى مستوى الرئيس ورئيس الوزراء يحتمد هذا الملف يراجعه يراجع مركز بوحوظ الزراعية ماذا أنتجته من السلالات قليلة المكف الموفرة للمياه ومزيدة للغلة لو حصل مثلاً اجتماع بالسيد الرئيس مع المسؤولية هذا سفر كتير جداً يعني يوضع الموضوع على جدول أعمال هذا المجتمع صحيح واعتقد ان احنا يعني بنواجه تحدي مصيري في الحالة المصرية من هذا الذوق كما نشاهد في اللحظة الحالية شكرك جداً دكتور جودو عبدالخالق أشكرك للغاية أسعدتين وإلى حوارات دائما مستمرة بإذن الله مع أستاذنا دكتور جودو عبدالخالق أستاذ الاقتصاد الشهير والمرموق ووزير التنوين والتضامن الأسبق إلى فصل إذن عدنا حديث القاهرة دعوني أرحب بالكاتبة الكبيرة لأستاذ إيمان رسلاني الكاتبة المتخصصة في شؤون المستقبل اللي هو التعليم أراين التعليم ده المستقبل يعني كان وتوليد المستقبل أستاذ راجي عناية المستقبليات هذا المستقبليات أنا لفت نظري في مقال أخير لحضرتك ويتم تكلمي عن ما يشبه الانقلاب في معدلات دخول التعليم الأزهاري أو الانتقال من التعليم اللي نقدر نوع عليه المدني يعني إلى التعليم الديني السؤال هنا سؤال يعني يبدو كأنه يفتح باباً من وراءه فيضان خلينا نسأل دي أول مرة تحصل إنه ممكن في مصر يبقى التعليم العام بيصدر للتعليم الديني أو التعليم الأزهاري أعتقد في الكرن الأخير أهو دي أول مرة كان بيحصل العكس لدرقة إن أنا كان بيجيلي طلبات والنبي عايزين نخش التعليم العام فكت أروح وأديها للوزارة وتعمل لجان وتعرض على المستشار القانوني فكانت بالنسبة لي من يحصل العكس ده لفتت نحصل جدا حقيقة سألت في إزاي إنه حصل عكس هو تصريح أريته لرئيس المعهد الأزهرية بيقول إن السنة دي حصلت طفرة الأعداد اللي تقدمت كتير وفي نفس الوقت الأعداد اللي جيّلنا من التربية والتعليم إنه هرب القلم العرم نفسه يعني وقال رقم وعرفت بعد كده أنا يعني بمعلوماتي إنه خوالي سبعين ألف اللي تقدم بالمناسبة من ثمان سنين بس وأقل كان نفس العدد ده حوالي خمسة وتمانين ألف أو ستة وتمانين ألف بيمشوا من الأزهر يروحوا التربية والتعليم السنة دي يكاد يكون العدد ضعيف أقل من إن أنا يعني أولاي جدا مش عايزين يقولوه بس هو عدد أقلت جدا يعني الانتقال من الأزهر للتعليم العام إنه تعليم العام إلى الأزهر دي كانت المفاجئة بقى سبعين ألف حاجة طويلة اللي تقدموا بطلباتهم الانتقال من أساسا على قوى التعليم الحكومي راحوا أقدموا طلبات ملفات كاملة علشان يلتحكم بالأزهر وإيه المشكلة في الحكاية دي وليه الرقم ده كبير ممكن رقم صغير وإحنا عندنا 21 مليون طالب لما سبعين ألف منهم هيروحوا ليه التعليم الأزهري اللي في 2 مليون طالب ولا كام طالب الأزهر فيه ربع مليون اللي بتقبلوا السنة دي ده تفرى بالمناسبة طول عمرهم في حدود 150 ألف 160 ألف يا حاجة بتقولي على مستويين إقبال أوسع على الانضمار شريح أو للدخول للتعليم الأزهري ثم إقبال أوسع غير مسبوق ويغير الدفة تماماً عن أي زمن مضى من التعليم العام بيتنقل للتعليم الأزهري بالزبط فاللي هو كان ياخد 150 ألف أخد ربع مليون السنة آه خد 244 بالزبط آه فون 240 آه لو حسبناهم من عدد الموليد اللي في السنة ده ما هي تتحسب إزاي آه عدد الموليد اللي عندهم 6 سنين آه فحوالي 10% يعني دول يمثلوا آه 10% من أطفال مصر آه راحوا إلى التعليم الأزهري آه من طريقين من طريق تحويل ومن طريق تقديم آه اللي في الأول راحوا ربع مليون من طريق من الأول خلاص آه ودي زادوا آه 44 ألف في سنة واحدة آه يعني الرقم اللي بيتقدم آه فيه طريق تاني بقى آه آه على مر التاريخ كان حصل العكس يعني في القرن الأخير ده الحداثة يعني آه حصل كان العكس الناس بتمشي من الأزهر آه تروح التعليم العامل آه إنما آه يسميه طريقه أحسين ده آه وبالمناسبة أحد آه أسباب إنه كان ممكن الأزهر تقل الأعداد فيه جدا آه قرارات أحسين بس بعد كده في واحد وستين جي قرار آه 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 ده خلينا خلينا نروح للحدث الأحدث وهو إنه على الأول مرة في تاريخ مصر الحديث تعليم الديني أو تعليم الأزهري يتدي يسحب يشهد إقبالا من التعليم العام وبيسحب منه ليصل الأمر إلى سبعين ألف آه فضل على إنه أول مرة يزداد عدد المتقدمي للتعليم الأزهري في سنواته الأولى ليصل إلى متين واربعين ألف وكان الرقم ده ممكن يكون في سنواتها السابقة مئة واربعين ومئة وخمسين ألف الزبط كده آه المئة وسبعين آه السبعين ألف اللي تقدموا مش كلهم متقبلوا طبعا لأنه غير الإختبارات فيه كسافة اللي أزهر عامل قرار يعني أنا من وجهة نظري إنه فيه عدة أسباب قدت إلى هذا أول حاجة فيه آه هخلي المصرفات شوية لآخر مع أنه أنا رأيي إن هي سبب رئيسي الأزهر مجاني آه مجاني يعني مجاني خمسين جنيه في السنة يعني خمسة جنيه في الشهر وكتير كمان بيتعفوا منه فتقدر تقول إنها مجانية كاملة بمعنى الكلمة والكتب بتتوزع وما بيربطواش بالمصرفات تساب في القصل كم؟ على حسب المعهد فيه حتة من أربعين لخمسين وده نسبة كم كويسة أوي من نسبة يعني حتى بره أربعين معقول يعني ده السبب رئيسي أعتقد السبب التاني هو إن إنت دلوقتي في التعليم العام للأسف بالأسف إن إحنا بنشهد تغيرات كل يوم والصبح وبالليل ومنتش فيه تغير مستمر تدارب القرارات ده عمل توتر للأسرة مصرية التعليم عايز استقرار يعني الأسرة مش عايزها تتشتت ثلاثة اتزيادة فلوسي اه يعني المفاجعات اللي بيعملها وزارة التعليم دي كل شوية وقرارات راحة جاية وتقول لك عم خلينا إن اللي عارفين راسنا من رجلينا نروح لللي فاهمين ومستقرين عليك ده الأسهر ودي بنت فلان لما راحت وابن فلان وعارف ابن خالتك لما إيه فالدنيا تسلك كده ده أكيد السبب كمان الرئيسي في المروح للأسهر إيه إن هو سكة واحدة بتودي الجامعة غير التعليم العام بقى إنت ده كل اللي بيخشوا من الأسهر لما بينجحوا بيخشوا الجامعة وآه 50% و50% خش الجامعة ورده ده بقول لحضرك أنا بقى ليه يعني انتبهت كمان لموضوع الجامعة عشان السنوية العامة فانتبهت للسنوية الأسهرية فعدد مثلا اللي في السنوي الأسهري السنة اللي فاتت والسنة دي مية وستة ألف بقوا مية واربعتاشر ألف خد بالك ده الداخلين من 12 سنة آه يعني نسبة النجاح في الأسهر ما بين حاجة واربعين وخمسين في المية آآ في التامة الأول يعني الدور الأول خمسين في المية ده معناه إيه؟ معناه إن مستوى الامتحانات كويس مش وحش يعني لما ينجح خمسين في المية بس ده معناه إنه لأ الامتحانات آآ كانت كويس ما قم فيش تساهل علشان اسمنا نجحنا يعني بالزبط فهو الناس بتختار ليه التعليم العزاري عشان لكن الخمسين في المية اللي بينجحوا بروحوا جامعة بيروح جامعة ده قرار ده قرار إذا أنا هود ابني الأزهر هيروح جامعة ده مانت بقى خلاص آآ نجح يعني في الجامعة لو وديت ابني تعليم عام نجح ما فيه لسه حاجة كتير أوي أدور له على جامعة خاصة ولا أدور له على محط خاص ولا تعليم فني ولا قصة صعبة ما بتستوعبش مهما حصل آآ من نجحين من السنوية العامة بتستوعب بهمش كلهم غير إنه كمان هم مش كل الشريحة آآ في التعليم العام اللي دخلت آآ فاني آآ في نسبة كبيرة فاني دول اركبنهم على جامعة خالص آآ يعني أنا رأيي نحن نركب دول على جامعة آآ لأن دول حاجة تانية خالص محتاجين نتكلم عنهم بشكل آخر يعني آآ فانت عندك أهم سبب كمان الجامعة آآ ومصار واحد انت ماشي في مصار واحد آآ يعني مصارين سيد زي مرة أسلان لما شافت الأرقام بتاعة العذر وهي تتضخم إذا التعليم العام بتدور على الأسرار والأسباب أول سبب لنا هو سبب وضوح الرؤية والسبب الثاني المسافة الواحدة والطريق الواحد تدخش هتطلع الجامعة على عكس التشعب والتشابك اللي في تعليم العام ثم المجانية لأنه طبعا المجانية دي حاجة آآ حقيقية في الأزهر بينما حاجة وهمية ومزيفة في التعليم العام بعض الفاصل هنكمل في الأسباب والأسرار لكن كمان وهنسأل السؤال الكبير وما الضرر يعني وما الضرر هل فيه ضرر أنه إحنا نقلب إلى تعليم ديني المفروض إحنا نلغي تعليم الديني يمكنه تعليم مدني ولا إحنا يعني نستفيد بوجود مؤسسة قادرة علينا تملح طلابا تعليما مجانيا ومحترما فما نسعد بعيالنا وهما بتخرجوا يرفعوا العمائم فوق رؤوسهم تعالوا بعض الفاصل نتنقش إذن يبدو أنه بدأ موسم هجرة الطلبة من تعليم طارق شوقي إلى تعليم الأظهر إحنا الأرقام قدامنا بتقول أنه طلبة التعليم العام يعني أقرب من سبعين ألف إلى تمانين ألف طلب قدم من تعليم عام إلى التحول إلى التعليم الأزهري في سابقة لم تعرفها مصر من قبل كظاهرة وكأرقام إذا بينا قصاد مشهد يقدم لنا أسبابه وأسراره من خلال الكاتبة الكبيرة أستاذ إيمان رسلان وهي بتتناول في مقالها ودراستها هذا الأمر على نحو له أسبابه وقالت لنا دلوقتي إن من الأسباب القصوى هي الوضوح فيه كلمة الوضوح بين قوي فيه أسباب حضرتك اللي بتقوليه فيه قرارات سابقة ما بتتغيرش والأزهر تطور كمان من مناهجه عمل مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي هو كمان فبقى بيجتمعوا وبيتناقش ودي زاهرة لطيفة إن إحنا نلاقي حد بيتناقش وبناخد أرعب بعض لأنه التعليم العام يعاني من مشكلة حد أرحية في الكم سنة الأخيرة إنه إنه فيه حد يبلع في الزراير لا إنه مفيش حد خالص مثلا بالإضاءة طيب تختفي وتتنور تاوي جميع جميع حد حد بيلاع في الروبوت فيه حد في وزارة التعليم في مصر بيلاع في الروبوت أخيرا حاولي حضرتك على حاجة زهرة لطيفة جدا قرار التشعيب الدنيا أيما كتير قوي الرأي العام إنه سيد وزير التربية والتعليم قال حلقة التشعيب في السنوية العام اللي هو علم رياضة وعلم علوم قرار خاص بالعلم المفاجأة بقى إنه الأظهر مفيش تشعيب يعني أنت كمان بتخلي السنويتك العامة زي الأظهر فالناس هتزعل زعلاني ليه؟ آد يا جهة جماعة المسألة هو السنوية الأظهرية سيد الوزير بياخدوا نفس المسأة بيطبقوا يعني زي دي عندك مناهج واضحة عندك مجلس جميعي بيخطط أهم حاجة المدرسين بقى المدرسين كمان بيحاول يسد العجز إنت حضراتك عندك وصلت العجز فوق التلتمية وتلاتين ألف مدرس بالمناسبة دي برضو في كارثة لم تحدث من قبل مش من قبل إنت داخل على التعليم أول حاجة فيه يعني مدرس اه يعني وإيه اللي حنتحول بقى الكمبيوتر زي ما إحنا عاديين كده طب حتى الكمبيوتر مش هيقول يعني يعلم الولد ما بدصله ولا يلعب معاه بس حتى التابلت ما نفعش ونرجعش ما ده في العالم كله مش عندنا بس يعني في كل حتة يعني كلهم قالوا راجعيني المدرسة يعني راجعين يعني ضروري طيب هم عملوا حاجات كتير إحنا في المقابلة هتقولي أنا بطور مناجي وبيدي من حضانة لأ حضانة في مصر بالمناسبة نسبتها عارف حضانة كانت ايه ستة ما كان من الناس ستة من عشرة في المية يعني ستة في المية فقط عشان ما اقولش بس انا طورت للكل لأ دول ستة في المية فقط هما اللي في الحضانة اللي هي الرياض الاطفالي أولى ابتدائي والتانية ابتدائي والتالتة ابتدائي كويس كتب يعني معقولة يعني ما اقدرش اقول يعني باستثناء صور المحجبات اللي هو مصر عليها وبردو التعليم الأزالي أطفال المحجبات أه وبمجاز بالتعليم الأزهري برضو البنات في الفصول المحجبات أنا برضو عايزة وإحنا بنحط يعنينا على التعليم نبقى شايفين هو ايه الواقع الواقع الاتنين يعني كان منطقي في الأزهر مش منطقي أبدا في تعليم العام والله ولا كان منطقي في الأزهر ولا منطقي زيان أطلبت بنات الأزهر كلهم بلح إجاب ستينات وسبعينيات اللي متربية معاها وقت دي هي دخل الجامعة الأزهر وكنا كلنا يعني بنربس عادي لكن كمان يعني تطوير الملاك في الأزهر أنا شفت إقاع أسرع وسنوات أطول مش يعني ممسكش في قولة وربعة ابتدائي وشغال أنا لقيت تطوير يعني أنا الناس بعثوا للواحد تطوير كل سنة دراسية فيه كل سنة دراسية فيه تطوير بجد وفيه كلام طيب وجميل وبالمناسبة أحسن من التعليم العام فيما يقص حالة يعني الرغبة في التسامح والحيان لأنها طلعة من الأزهر إيه سر التعطل في التعليم العام وأنا بعمل تطوير محدود بينما في التعليم الأزهري أنا عملت امتداد أكبر دخلت على سنوي وغيرت في سنوي وطورت في سنوي ودمج اللغة العربية مثلا خلاها في مادة واحدة وكتاب يعني أنه كانت متعددة والفقه ولغوا حاجات التعليم العام وشكلته في التطويري بقى إنه إحنا مش عارفين ميلي بيطور حيط يعني حل الأسامي اللي مثلا مكتوبة في كتاب الدراسات من وراء وفيها جهات كتيرة قوية فأنا مش قادر أمسك مين الجهة اللي طورت حل إن أنا باستورد مناهج طبما أنت لو باستوردت مناهج بالمناسبة أنا من الناس اللي بترحب بدا بس ابعد عن التاريخ بتاعك ابعد عن الدراسات التماعية لو حتى اللغة العربية آآ والدين واستورد فيزيا وكيميا وآآ ولما تستورد فيزيا تستورد نظام كامل آآ مينفعش أجيب من كامبرج حتة آآ ومن الأمريكان حتة ومن دا حتة آآ لأ أنا عايزة أستورد حاجة على بعضها آآ زي آآ مدرسة كاملة كده لأ أعمل مسوام مع المدارس الأجنبية وأنا طرحت الفكرة دي إن أنت عندك مدارس أجنبية في مصر وبالذات كامبرج اللي هي الأي جي طب ما ناخد مناهجهم وإحنا عندنا مدارس حكومة بالمناسبة حكومة يعني إحنا المنشئين الحكومة اللي بتمولها اسمها مدارس النيل طب ما أنت عندك المناهج ديت وعندك وحدة اسمها وحدة النيل وعندك مدارسين تدربوا طب ما ناخد دول هم هم كده وأعممها بقى على الشعب مصر لأنه خدت بال حضرارك أستاذ إبراهيم تعرف بمدارس النيل رفعت آآ آآ بيسوء 30 لا الناس بترفع رسوم مثلاً 50% 100% نعم اللي بترفع رسوم 400% ومن بكرة الصبح و اللي هو بعد بعكرة ابنك اللي كان بيدفع 4000 جديه المفروض يدفع 40 ألف هذا في ايه تعرفين دخل ده أولئة الأمور دخلوني في جروب بتاع المدارس النيل ده آآ أنا لقيت نفسي بعد يومين يحفرقع يحيجيلي الضغط يحيجيلي في جروب فحضر جعلة اللي يقولك إيه السمسطر اللي بتلاف تلاف جنيه بتقدي فيه بـ 45 ألف إزاي وأسرة هي نفسها والابن هو هو بسبوع شاني ينتقل للسنة الجاية مع حين بالمناسبة بداية مدارس النيل دي ناشئة بفلوس الحكومة المصرية يعني هذا التمويل ده في عند رايبة يعني يعني ليه حدوتة كده حصلت في 2009 و2010 عباحكيه مدارس مهمة وتجربة نكحة جميع أنا مش ضدها بالمناسبة بس عايزة أخد مناهجها بقى لبقية الشعب كله بما فيهم الأزهر لأن الأزهر بيدرس يا جماعة نفس المناهج الثقافية ودي بالقرار اللي حصل اللي بيأخدها طلاب التعليم العاب هو نفس الكتاب الثقافية تقصدي ولا قطبيقية اللي هو العلمية الفيزياء هم بيسموا دي مواد الثقافية والتانية مواد الشريعة آه طيب يعني يعني الفيزياء هو كتاب وزار التربية والتعليم آه كيمياء هو كتاب وزار التربية والتعليم فبالتالي لما أطور في التربية والتعليم على طول هيعمل لي مردود عن الأزهر نفسه بس الأزهر ممكن تلاقيه ما يدرس درس مثلا لما يلاقي المنهج طويل أو يزاي بتاع ربع ابتدائي هل توصل إن إحنا ربع ابتدائي تبقى امتحان قومي السنوية عامة ويبقى جدول امتحان ربع وامتحان قومي ومن بنك ليه هذين مركزات شديدة يعني هو أنا بطور التعليم ولا بزود قمعته كده وبرضو بلا منطقة الحقيقة يعني ما هو الخلاصة إن إحنا ما عندناش فهم الفلسفة التطول التعليم في مصر وفي نفس الوقت وعندنا احتكار لتطول التعليم في مصر وعندنا انفراد وفردية في تطول التعليم في مصر وانه بتاع إنه قرار فردي احتكاري غامض يعني غائب عنه الفلسفة طب ولم يحدث حاني شوه قناة راحة جاي دي لا ولم يحدث حد يبقى في الكبورد يا جماعة أو حد يوقف اللابي في الريموت تجعى التلفزيون كل شوية يبقى لوقت مختلفة في الطعام توحدنا إحنا توحدنا دلوقتي مع الأجهزة أنا رأي إحنا محتاجين إحنا نبص على التعليم مش تطوير مناجوا دي أسهل شيء بالمناسبة في العملية التعليمية أنت عندك عجز المدرسين عجز في المدارس عندك كذا وكذا وفي حلول بالمدارس بس أرجع تيدي الموضوعنا النهاردة وهو التعليم المدني أو العام اللي بينتقل للتعليم الديني أو الأزهري حضرتك شايفة خطر ده إيه يعني هل إحنا لما عايزين الناس تبقى في تعليمها العام وتبقى في مصارها المدني وانه التعليم الديني لتخصص لأنه الشباب ده هيشتغل في مجالات لا علاقة بالدين إنما والخطابة والوعظ إنما إحنا كذا بنوسع دايرة اللي هيروحه يشتغله في منطقة دينية ونقلل دايرة المدن هو في بعض الأشياء وبعض الأشياء لا أنا رأيي أنه التعليم الأزهري لو كان ترك لحاله سنة واحد وستين كان حرج رجل الدين خلصه كان حيرخفض أعداده اللي حصل حصل تفرى بعديها يعني وبالذات حتى في السبعينات واستخدموا الطيارات الدينية أيها طب وهندسة وكل وازرع كل حاجة إحنا مشكلتنا في مصر مش بقيت يعني عشان ما ظلمش الأزهر حياء وأقول تعليم مدني أول لا هو تعليم مدني في النهاية بس بشكل آخر بياخدوا مواد أكتر ومقدرش يقول إنه تعليم ديني بالمفهوم الديني بتاع الزمان بتاع القرن اللي فات وفي نفس الوقت أنت عندك تعليم أجنبي ودولي وكذا وإنت بتبني كذا دا كله يعمل إيه؟ يعني الفهزي الفوسيف ساء دا من إيه في العقل المصري؟ إيه ما تعمل إزواج في الهوية التوهن في الهوية تعدد في الهوية أو تعمل تنوع ممكن تعمل غناء عندك مصار لتعليم أجنبي مستوعب من الثقافة الإنسانية الغربية مصار لتعليم مدني مستوعب لدولة الوطنية بتاعتك مصار للتعليم الديني اللي فيه الثقافة الدينية أعلى وأكثر شمولاً وضم جواها طب على هندسة على علوم على حقوق على يعني ممكن يعني بس حسب الاستراتيجية لا بس بالزبط فوق أنت المظلة إيه؟ بس ما عتقدش إنه حتى دول العالم يعني أنا ما عتقدش إنه إنه إحنا لو روحنا أي دولة في الدينية أولاً هنروح لأ معرفة فيصل إيه يا سيزة إيمان لو خدت أنا مجند طالب متخرج من التعليم المدني ومجند من التعليم الديني ومجند من التعليم الأجانب المدرسة الخاصة وديتهم الجيش عرف تفهموا مع بعض وتعيشوا مع بعض ولا لا؟ أشك وأنا كمان أشك عشان كده أنا بقول لحضرتك هي المعيار إحنا بصين لمصر كمان كم سنة إيه؟ لأن الدول هم اللي هيبنوا مصر وبعد كده شئنا مقبأينا إحنا فيها ولا مش فيها لا هي مش فيها طبعاً يعني بصرف لا 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 إحنا ملنا بالحكاية فهل دول هيخرجوا علماء لأن أنا بقول إنه معلش مصر تمتلك ميزة نسبية غير طبيعية عدد السكان اللي بيطلعوا علماء وكمان هم دخل قومي يعني مصريين في الخارج أه مصريين في الخارج 30 مليار سوات مش هم اللي بيدفعوا 30 مليار ده نتيجة إيه؟ مش التعليم الجايد صحيح طيب إذن إحنا محتاجين حقيقة يعني أنا الأوامبغة في مصر وما نقدرش إن إحنا نتنين مشين كده لأن ده هيأثر كمان مش على أجيال على عقود لقدام إحنا محتاجين مجلس قومي لأ يعني ما ليش عشان كل وزير عنده بيجيب مجلسه معاه مجلسه على الجمعات ماشي مجلس في التعليم التاني لأ إحنا عايزين مجلس يخطط للتعليم في مفكرين وعلماء عايزين له نغمد عينينا كده وزي ما حضرها كان بارح قلت على محمد صلاح هو طفرة ووحدة إحنا مش هنطلع تاني إلا برضه بالسطفة كيف نرى مصر بعد كده بيفكروا في إيه؟ مناهج شكلها إيه؟ عايزين مجلس علماء آه يعني إحنا مش عايزين السلطة التنفيذية هي اللي تخطط تتعمل استراتيجية التعليم في مصر وده مش موجود بالمناسبة برضه إلا آآ في الدول آآ آآ زينا وبالمناسبة في حلول في الصرف على التعليم آآ أنا عايز أقولك إحنا مبارح مثلا بيتكلموا عن الزكاة اللي استنع العالم كله داخل عليه وإحنا لسه بنتكلم في التعليم الفني التعليم الفني إيه اللي في ما؟ لا تعلم فني ده موضوع تاني محرص على التفاعلة هلتكلم فيه بالتفصيل لا إلي طلع أصلا يعني أنا قصدي أقولك إن التوجه نفسه يا جماعة لازم نلغي الكلمة دي مش مش هينفع إن نقولها مع الزكاة الاصطناعية أنا بطالب وأرجوه نلاح على إنشاء مركز آآ مجلس أعلى يعني يفكر ويخطط للتعليم في مصر من برّى الوزراء مطلب الكاتبة الصحفية الأستاذة إيمان رسلان وأتصور إنه مطلب تستحقه مصر فعلا أشكركم وألتقي بكم غدا بإذن الله حديث القاهرة